السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا الحلقة دي العشرة في شهر ربع حلقة العيد غادي نشوفوا إخوان رئيس الجمهورية الإيطالية سار جومات تاريلا يهنئ المسلمين دي الإيطاليا بعيد الفطر وكذلك غادي نشوفوا الجدل اللي كاني إخوان حول العيد والصور الرائعة اللي كتجينا من المسلة دي المدينة تورينو غادي نتكلموا عن العيد وأشياء اللي هي جميلة وغادي نشوفوا المسلمين اللي في الضواحي دي المدينة ميلانو فازوا على رئيس البلدية اليميني اللي ما بغاش يعطيهم فين يصليه بالطار بالمحكمة الإدارية فازوا عليه وغادي نشوفوا التفاصيل غادي نشوفوا كذلك مدينة ميلانو أخبار الجالية المغربية باش يسرقوا منه الهاتف ضربوه يا إخوان بقرطة صلف خد وفي المستشفى أعطوه 60 يوم ديلة الراحة دليل على أنه الضربة كانت خيبة وخيبة بزاف إلا أنه رجال الشرطة ما مصدقنش إخوان نصخة ديالو غادي نتكلموا على ميصري اللي تم توقيف ديالو في فرنسا متهم بجريمة قدل شهرات بزافة إيطالية وكيتكلموا عليها في الأربع أيام الماضية كيفما أنه غادي نتكلموا يا إخوان على فاجعات مدينة بولونيا الفاجعات دي المحطة الكهرومائية من أجل توليد طاقة الكهربائية وفي هذه المحطة يا إخوان فقدوا الآمال ووقفوا البحث علاش لأنه رجال مطافئ قلكي السحيل أننا نلقوشي واحد ما زال حي غنشرح لكم بالتفصيل أشنون اللي وقع وأشنون اللي معروف لحدود الساعة غنتكلموا كذلك على القيطاع ديالغزة إسرائيل في اليوم ديالت العيد تغتال وتقتل الأبناء وأحفاد إسماعيل هنية القائد السياسي ديالحركة حماس قبل ما يوقع هاتشي إخوان حركة حماس كانت ضيجة رفضات المقترح الأمريكي وغادي نتكلموا على الجديد ديالأخبار اللي كتجينا من القيطاع ديالغزة والاعتراف القاريب جدا من الحكومة الإسبانية بدولة فلسطينية مستقلة غنتكلموا على هاتشي وكيفما العادة كنم بغي يشكركم جزيلة شكر للدعم ديالكم للقناة والناس يمام الشاركاش الشاركة باشقوة توصلوا بالجديد إن شاء الله فهذا الفقر يا إخوان غادي نتكلموا على الأجواء ديالعيد في إيطاليا وقبل ما نشوفوا التفاصيل كنم بغي نجدد تهنيئة لجميع المستمعين عيدكم مبارك سعيد إن شاء الله اللي يدخلوا عليكم بالصحة والعافية وطول العمر طيب يا إخوان غادي نبدو بالكلام اللي قال سارجو ماترالا لها النقل المسلمين ديالإيطاليا بحلول عيد الفطر وقال بلا أنه الدسور الإيطالي كيعطي الجميع الأديان الحرية أمام القانون إلا كانت هذه الأديان كتحترم القانون والنظام القانوني في إيطاليا وبلا أنه الحرية الدينية هي أحد أسس العيش المشارك وبلا أنه الاحترام المتبادل بين الأديان والثقافات هو عنصر من عناصر التماسك الاججماعي وقال بلا أنه بهذا المناسبة كنبغي نقول لجميع النساء والرجال اللي كي يعتمقوا الدين الإسلامي في إيطاليا أطيب تمنيات بعيد فطر سعيد بطبيعة الحر كنت تكلموا يا إخوان على تهنيئة اللي جاجم الرئيس الجمهورية في ضل البوليميك اللي كينحول عيد الفطر ودكشيري واقع وغام بدوي إخوان سريعا بالقانوات الإيطالية وكذلك الصحف الإيطالية اللي مشات المدينة بيولتالو المدينة اللي في هذه المدراسة يا إخوان اللي غلقات الأبواب ديالها اليومة لأنه كينعيد الفطر المهم القانوات بشور المصلى وكينة واحدة سياسية اللي هي تابعة على الرابطة الشمالية ذي الصالفيني اللي مشات يا إخوان هيوا بعض الآباء أو بعض الأولياء الأمور يعني كهو مكانوا في الطوطال تقريبا غيكونوا شي سولى خمسة الناس بالآباء أو بكل شيء لمشاوا إخوان ووقفوا أمام المدراسة كتظاهر زعماكين يعني واحد العنصوريين يا إخوان ماشي موش كيل ما عدنا فيهم السوق من غير هات الشي إخوان غادي مشون تكلموا كذلك على ديال مدينة كطانيا اللي احضري إخوان المسجد وشارك الفرحة ديالك المسلمين وقال بلأنه المسلمون راه مواطنين ديالنا مواطنين ديال هاد البلد زيد على ذلك هذي الصورة يا إخوان من الصور اللي كينف مدينة طورينو ومدينة طورينو راه ما شاء الله كل عامي إخوان كتكون يعني على الأقل على الأقل 11.000 شخص اللي كيمشون بصلا ديالها وهذي الصور أخرى يا إخوان كيف ما كتشوفوا معاي تبارك الله شح ديال الناس كانت يعني عدد كبير ديال الناس والصورة يا إخوان لا تحتاج لي تعليق في حين أنه هذه الصورة اللي التقت تريهم في الصباح في مدينة فرنس كيف ما كتشوفوا معاي إخوان حتى مدينة فرنس كان واحد العدد محترم ديال الناس بحكم أنه الناس كتجي من المدينة ديال فرنس وكذلك من الضواحي ديالها فيما يتعلق بأخبار أخرى غالين تكلموا يا إخوان على المدينة هذ المدينة اللي كينة في الضواحي ديال ميلانو كنت تكلموا على توربيغو اللي فيها جالية ماشي مغربية ولكن الأغلبية ديالهم يا إخوان جالية أسياوية يعني بباكستان وبنغلاديش اللي البلدية رئيس ديالها من الحزب ديال جورجا مينوني شد معاهم الزكير داروا ليه طالب العام اللي فات والعام اللي فات حرمهم يا إخوان من صالة العيد ولكن هد العام وجدوا ليه داروا ليه طالب كتابي باش يخليوا الداليل عندهم وطالبوا منه باش أنه يعين لموحد المكان ليصليوا فيه صلاة العيد وهو رفض والناس ديال البلدية ما جوبوهمش داروا ريوسهم كأنه ما تسلموا شي حاجة إلا أنه إخوان غاي دفعوا عن طريق واحد المحامي طالب إلى المحكمة الإدارية الطار لطلبات من البلدية أنها تجوب وإلى رفضات تعلل الرفض ديالها تقول لي معلاش رفضات رفضات ليهم فعلا يا إخوان لأنه المحكمة الدخلة وقاتلة خاصة جوبو وبطبيعة الحال هم غايطة عنه في القارار يا إخوان أمام المحكمة الإدارية من جديد للمرة الثانية والمحكمة الإدارية كتطلب يا إخوان تدخل ديال بريفيتورة لعمالة قاتلة دخلي ولقي واحد المكان والتاصلي بالبلدية وفعلا يا إخوان في الأخر لعمالة قدرات أنها تلزم على السين داكو أنه يعطيهم يا إخوان المالعب ديالكرة القدم اللي مشوا صلوه فيه كانت تكلموا على 500 شخص يا إخوان اللي ساكنوا في هذه البلدية اللي تقريبا كانوا كيصلي وراهم 120 شخص على أقصى تقدير ولذلك فوز يا إخوان بالقانون وفوز اللي ترجم يا إخوان إلى فرحة وسعادة وصلاة ديال المسلمين فهذه المصلة صلوا مجموعين هاد العام على الأقل بطبيعة الحالي إخوان هاد الشيك راه كنقوله كذلك باش نسخرة تستافد ليسا كفشي بلدية وكيف هاشي سين دا كله هو يا عنصري راه القانون كيضمل جميع الديانات الحرية ديالها كيف ما قال سيرجو ماترال خاص القانون يتحتارب آخر خبر اللي سأتكلموا لي لشركة إخوان اللي هي تسكانة ولكن عند المقرات اللي كتدير فيهم الإنتاج كتنتجي إخوان السبابط كين انتلاتة ديال المقرات لسدية الشركة ديالها في البادوفانو يعني في بروفينشة ديال بادوفا لبارحي إخوان الناس اللي خدامنا فيها غايتفاجئوا بلا أنه دارة واحد الإعنال كتعلم فيه بلا أنه الأبواب ديالها غايتسدوا اليوم بمناسبة عيد الفتر فعلا يا إخوان هات الشركة اللي مخدمت سمية الشخص الناس اللي هم مهاجرين فيها خمسة وعشرين في المائة إلا أنه فيها ثلاثة الشركة اللي كانوا بانطوا النسبة ديال المهاجرين خصوصا للمسلمين تصل إلى ثلاثين في المائة يعني عندهم بزاف ديال المهاجرين فيها ثلاثة الشركات وباشي إخوان كيفما كيقول الرائزي لهات الشركة يكون واحد الإنديماج ويكون واحد الجول اللي هو يزوين قررنا أنه في الشركة ديالنا نعطيه للناس كاملين اللي يخدمون عندنا ماشي يعيد المسلمين الناس كاملين ياخدوا نهار ديلة الراحة نهار ديلة العيد بطبيعة الحال هذه كلها أخباري إخوان كيفما كتشوفوا معايا أخبار جميلة وأخبار رائعة ومن جديد عيدكم مبارك سعيد فهد الفقر هاي إخوان غدا رجعون تكلمو عن الفاجعة ديال المحطة الكهرمائية محطة ديال توليد الطاقة الكهربائية اللي كيني إخوان في البحيرة ديالسوفيانا في البروفينشا ديال بولونيا اللي كيني إخوان من خلال التفاصيل وعير باش نعطيكم صورة أوضح وكل شي فهم هد الصورة اللي كتشوفوا حاليا تخيلو هاي إخوان واحد البالاتسو عمارة اللي فيها عشرة ديال الطوابق كل هاي إخوان تحت الماء يعني هات الشي اللي كيبال اللي نحنا يا ركا أنه وعير سطح وكين عشرة ديال الطوابق اللي كيني تحت الأرض اللي وقع هو أنه بالأمس البارحي إخوان غادي تنفاجر شي حاجة في الطابق ناقص تسعود يعني الطابق التاسع تحت الماء مني غاي يكون ذاك الانفجار سقف اللي كينما بين الطابق الأخر اللي هو هي العاشر والتاسع غادي يطيح ولذلك بداي إخوان لمك يدخل الماء البارح في العشية كانوا واصلي إخوان طابق التاسع والطابق التامن كانوا يخوان ناشف ورجال المطافئ وخاهاككي إخوان كانوا يدخلوا ويدخلوا بالفرق ديال الغواصين لأنهم خاصوا يدخلوا لتحت إخوان ينزلوا في الماء ويقلبوا تحت الأنقاذ يعني سقف اللي يطيح لعله وعسى يلقاوا يا إخوان أشخاص اللي هم حاليا في عدة المفقودين إلا أنه حاليا لمي إخوان ما زال كيطلع وحاليا نوصل طابق التامن ولذلك قل لك رجال المطافئ إحنا ما قادرناش أننا نخدمه ما كيش نهائي الأمن وي الساحيل أننا نلقاوا عذوك الناس اللي هم ينفقودين ما زال حيين في الطوطة لإخوان كنت تكلموا على ثلاثة دية الوفايات خمسة دية الناس اللي عندهم جروح اللي هي خطيرة واحد منهم يصارع ما بين الحياة والموت واحد اللي ما محسوبش من هادو كان جريح وليومي إخوان خرج من السبيطار وكينا ربعا دية الناس اللي هم في عدد المفقودين يعني نقدروا نقولوا أنهم ماتوا يعني في الطوطة كنت تكلموا على سبعة دية الضحايا يعير هادي تقريبا شهار ونش شهرين تكلمني إخوان على الفاجعة اللي كانت في الورشة دية البناء دية السلونغا اللي كانت في مدينة فرنس واللي ماتوا فيها ثلاثة دية المواطنين المغاربة ولذلك كنت تكلموا يا إخوان على أزمة كبيرة فيما يتعلق بالأمن داخل العمل بطبيعة حالكين هو أنه وزيرة الشغل اليوم التاجاتي إخوة العين المكان مشات كذلك رئيسة الحزب ديمقراطي اللي شلين شلين اللي كتقول بلا أنه باراكة خاصنا نديرو حل وخاصنا نديرو شي قوانين من أجل حماية العمال هذه اللولة من جهة أخرى وزيرة العمل كتقول لك حاليا رابقي بكري باش أننا نديرو سيناريوهات أشنو اللوقاء داخل ديك المحطة ديالتو للطاقة الكهربائية اللي واضح الحدود الساعة هو أنه الشركة اللي كانت خدامة مشاتي إخوان باش توافق على السيانة اللي دارت سابقا دارت السيانة الوحد للتوربينا توربينا يا إخوان هي بحل وحد الفرفارة تقريبا كتبقى الدور بالجيد كيدورها لما بحل ذو كل نعورات الأقدام ولذلك كتدور بقوة المياه وكين وحد ترونسفور اللي كيكون حداها هذا كيحول ذيك القوة ديال الدواران إلى طاقة كهربائية لأنه التوربينا كتكون باردة وكيدوزه السهلما ما كانش كيفاش تدير حتى تفرقها اللي غايكون تفرقها هو هذا كترونسفور هذا اللي كيبدالي إخوان طاقة ديلة المياه إلى طاقة كهربائية قلين مثلا نعطيكم مثال قلين بعض المرات الواحد يقدر يبغي شعال لانقاسة وكيدربوا حد شاش وربما في بعض الحالات لانقاسة تحرق قلين في هاد الحالة هادك شاش اللي كيكون في لانقاسة والقوة ديالها صغيرة غايكون وقع في هادك ترونسفور للقوة دياله كبيرة بزاف وهو اللي غايكون نفاجر وطحسق فيه إخوان وشعلت العافية وكانت ضخان قوي لذلك الحدود الساعة هاده يعير سيناريوهات محتملة أشنو اللي وقع رهما معرفش نهائيا ويستحيل معرفة دياله في هاد الساعة نقابة كلمه كذلك وحاليا غايش نشوفوا الأعمار ديالة ناسة وفات واحد منهم ما زال شاب ويا الله ولا أب هاده أشهر قليلة الأعمار ديالهم والشي اللي يحزوا في النفس كي اللي صغير بزاف وكي اللي كبير بزاف كي اللي في السين ديالهم ما خصوش يكون خدام مثلا النسل يتوفاوا وكنتكلموا على شاب اللي عنده 35 هو اللي يلاه ولا أب وراجل اللي عنده 45 وسيد اللي عنده 73 عام هو الباطرون ديال هاد الجوش هاده أشنو كيدير في الخدمة هاده لش كي يخدم 73 عام زيادة على ذلك كانت شخص آخر اللي عنده 68 عام أراف أي برد في العالم واحد اللي عنده 68 خاصة يكون تقاعد وكانوا ناسي إخوان اللي عندهم 59 ناس اللي عندهم 37 وشخص اللي عنده 57 يعني كنتكلموا على جميع الأعمار كلهم بإخوان فيتن 30 الحاجة اللي هي مهمة هو أنه النقابات كي يقول لك حنا ما عارفنش هاد الناس مع من خدامين عارفن بالله أنه هجوج من هذوك الجرحى للحالة ديالهم خطيرة كانوا خدامين مع شركة آنال ديريكت الشركة ديال الطاقة الكهربائية في الحين أنه عدنا علم بلا أنه وحدين أخرين معارفنهم الشركة تسميتهم اللي كانوا خدامين معهم وعدنا علم كذلك بلا أنه واحد كان خدمت مما يوضير بارتيتا إيفا يعني مخدمينه بارتيتا إيفا لو بغيت تخدم معنا غتدير بارتيتا إيفا ديالك وغتولي تخلص ضارب على راسك باش هكا الشركة تقلل النفاقات ومو بارتيتا إيفا هو اللي في الأخري إخوان كيضيع طبيعي تحل نقابات كي تسألوا أش من سوق الشغل هذا هذا رهن ماشي سوق الشغل هذي رهن روينا والحاجة الأخيرة واللي ما عنداش علاقة بسوق الشغل شركة آنالي إخوان وقفات توليد الطاقة الكهربائية في هذا البحيرة حاليا هذه إخوان كانت أكبر محطة ديال توليد الطاقة الكهربائية بالمياه في لميليا رومانيا رهن موقفة ما كيش مشكل نهائيا في الكهرباء في لميليا رومانيا أو في جهات أخرى وفي البورصة يا إخوان شركة آنال ما تضراتش نهائيا يعني كأنه ما تروالو السوق ديال البورصة ما سأتراتش فهذا الفقر يا إخوان غذي نطرقوا الأخبار ديال الجالية المغربية وأخبار أخرى متنوعة وغذي نبدو يا إخوان بدك الشي اللي وقع اليوم أو بالأمس في مدينة ميلانو مواطن مغربي اللي عنده السوء عشرين عام غيشوفوا بعض المواطنين من يوحي إخوان في واحد الزنقة من الأزقة ديال مدينة ميلانو غيعيطوا لي الإسعاف ولوقيت اللي غيجيوا كذلك رجال الشرطة غيقول لهم تعرضت الواحد المحاولة ديال السارقة أو تعرضت للسارقة باستعمال السلاح ضربوني بواحد الفردي الرجلي وصارقوا لي الهاتف ديالي إلا أنه هاد النسخة اللي كيقول المواطن المغربي مم صدقنهاش رجال الشرطة صعيب أنه الناس غدي تسرق تليفون باستعمال سلاح اللي هوي إخوان فردي ولذلك من بعد ما أنه نقلوه للمستشفى واخد العلاجات اللي كيحتاج أعطوهي إخوان ستين يوم ديالة الراحة كي يعني أنه الجروح اللي كانت عنده كانت جروح ليست متوسطة أو خفيفة ولكن جروح اللي هي صعيبة طيب يتحال على حسب النسخة اللي قال قال لي هم سرقوني في المدينة ديال في جيفانو ضربوني بالفردي سرقوني التليفون ديالي لحوني في واحد الطو موبيل اللي هي من نوع فولزفاقن وجو بيا حسل الزنقاء ديال فيا سيلا نواضا فيلقوه الناسي إخوان مليوح طيب يتحال رجال الشرطة شي قرب لأنه هاد شي ماشي واقعي لأنه الشاب يا إخوان وخم عنده شو وطائق ولكن رح كان ديجة شد في شهر عشر اللي داز في مدينة فاريزي بسبب إخوان المتاجرة في المخدرات ولذلك رجال الشرطة عندهم شوكوك كبيرة أنه هادي رح واحد العملية ديال تصفية ديال الحسابات يعني كنت تكلموا على جوش ديال العصابات ديال تبزنيز بيناتهم حسابات وكيصف في وبعض طريقة غامشون تكلموا كذلك إخوان على القضية الأخرى القضية اللي عندها علاقة بمواطن مغربي اللي تكلمني عليه في الأشهر الماضية شي طلت شهر بالتحديد كنت تكلمني على واحد السيد من البنغلاديش عنده ثلاثة أو أربع عادية الأبناء واللي تقتل بثلاثة طعانة ديال السكين قلنا بلا أنه مواطن مغربي هو اللي طعنه المواطن المغربي اللي تشد كيقول بلا أنه هو يباريء وبلا أنه السكين ماشي هو اللي يستعملو وهذا الشي هو اللي حاليا ممصدقينوش في هاد المرحلة رجال تحقيق الرجال تحقيق يا إخوان ما ساعدهم مش تشهود الشهود اللي كان من جيتهم واحد الخوف وواحد الصمت والتشي واحد في البداية ما تعاون مع الرجال تحقيق غيتعاونوا معهم عبش شوية شوية وتدريجيا واليوم يا إخوان وصلوا الخلاصات بلا أنه في هذيك المضاربة شاركوا كذلك جوج ديت المواطن الخرين اللي هما يمن البنغلاديش واللي حاليا حتى هما يمتابعين ماشي بنفسهما ديال المواطن المغربي المواطن المغربي اللي متاهمينوا بالقتل هما يا إخوان غيكون عندهم الإمضاء في الكوميسيرية واحد فيهم القوه والتاني ديج رجع البلاده واش لي أنه عارف عنده شي مسؤوليات غرب أو أنه يعرمش من أجل عطلة وغاد يرجع الله أعلم المهم اللي كان هو أنه المغربي حدود الساعات يقولين هذك الموس مستعملتوش أنا استعملوه هناس أخرين الموس لقوه رجال الشرطة لقوه إخوان مغسول ومحتوه فوق واحد الموبلي داخل المنزل ولذلك هذا هو الجديد المهم اللي كان في هذي القادية هذي الناس عليش تخاسموا تخاسموا يا إخوان عليشي كوافوزات وشي ماريوات قدام اللي تحطوه قدام الدار لما تحطوه مش لما شدوه البلاس اللي خاصة تحط فيهم كلمة مني كلمة منك تصادعوا وواحد فيهم يا إخوان طعن هذي المواطن البنغلاديشي اللي اسم ديالو حسان ولي شوفه ما عرفنا شي إخوان شكل اللي طعن بحكم أنه حاليا المواطن المغربي تيقولك أنا باريء المحقيقين ما تيقنش به ولكن إجمالا غذي نشوفوا إخوان المحاكم كيفاش غاد يتدوز لأنه ما يمكنش تعطي أحكام حتى يعطيها القادي وذلك الشرك يقول القادرة هو اللي وقع على حسب الحقائق اللي تبينات لي في حين غذي نطرقوا إخوان إلى فاجعة أخرى اللي وقعاتي إخوان في هذي المنطقة اللي كيفما كنتشوفوا معايجات بالقرب من الحدود مع فرنسا ومع سويسرا وقعاتي إخوان في البروفيشا ديال فاليداوسطا وكنتكلموا على هذي الماكان اللي ويا مهجور في أوروبا كيل بعض الشباب اللي عزيز عليهم السياحة ديال هذي الأماكن كيمشوا يدور على الأماكن المهجورة يعني لكنشي سبيطر مهجور كنيسة اللي هي مهجورة فيلاج لي وهي مهجور ما بقى ساكن فيه التشي واحد عندهم هواية أنهم يزوروا هذي المناطق ومشي يدوروا فيها السياحة اللي غدي يوقع هم أنه يأخوان غايجيوا المنطقة ديال فاليداوسطا باش يقلبوا على هذي الكنيسة اللي كتشوفوا معاي في الصورة واللي هي مهجورة غايجي وجوج ديال شباب فرنسي اللي عدت 22 سنة وشاب آخر اللي زيت في إيطاليا ولكن عنده أصول مصرية وحتى اليوم عاش شعرفت الهوية ديالو وحتى اليوم عاد بدأ عليه البحث ولكن تشد يا إخوان ديجا عن طريق الشرطة الفرنسية علش تشد لأنه هي إخوان في الأيام الماضية هذي واحدة ربعيام ولا خمسة الناس كانت كتدور في هذه المناطق المهجورة وغير القول جزمان ديال واحد الشابة شابة اللي قالوا عليها فرنسية وما عندها حتى شي واثيقة ولا شي حاجة اللي ممكن انهم يتبتوا بها لهوية ديالها غايدروا لي هات تحالي ديال ديان اا وغايدروا لي هات شريح باش يقدروا يتعرفوا عليها فعلا وصلوا لهوية ديالها عارفوها بلا أنه شابة فرنسية عد 22 عام ملقوش شريفون ديالها وملقوش الوثائق ديالها لأنه السيد اللي قتلها هز هاد الوثائق باش يخلي تحقيق ديال الرجال الشرطة أصعب اللي كيتبين هو أنه هات السيدة تعرضت الجوج ديال طعانات بالسكين واحدة كانت قاتلة على المستوى ديال العنق والسيد اللي كان معاها تيقولوا الناس راهارب على واحد الفارقونيت اللي هي حمراء باش غايتعرفوا عليه رجال الشرطة غايتعرفوا عليه فقط يا إخوان بالشهادات ديال الناس اللي هو وهي مشوا وصولوا باش يوصلوا لهاد الكنيسة مشوا وصولوا شي ناس قليم روح الكنيسة مهجورة بغان مشوا ونزوروها والناس يا إخوان اللي يصوروا بقى تعاقل عليهم وقالوا ليهم راهار الدر اللي كان معها ما كانتش عنده لغة إيطالية ممتازة ولذلك وكان راكب على واحد الفارقونيت اللي هي حمراء ومنتمي إخوان بدأ البحث وعلموا به رجال الشرطة في فرنسا وربما داروا واحد المذكرة ديال البحث اللي هي يا أوروبية أو دولية المهم هات السيدة بحالين بقي ما السامعوش ليه غايجيبوه لطاليا بواحد نسبة كبيرة وغايستامعو ليه وغايشوفوه وش هو في علال اللي قتلهو لله فهذه الفقرة يا إخوان غدي نتكلموا على الأخبار اللي كتجينا من القيطاع ديالغزة القيطاع ديالغزة ولو أنه اليوم يا إخوان عيد راه ما وقفش القصف ديالكيان الصهيوني وما توقفوش المجازير اللي كترتكبها الحكومة ديالنطانياهو بالطبيعة الحال غدي نتكلموا على أنه لعدد ديال الضحايا في القيطاع ديالغزة وصل لعدد ديالهم 33.482 زيادة على أنه الجرحاء راه يفوق لعدد ديالهم 76.000 الله يشافي الناس اللي مريضة والله يرحم الناس اللي ماتوا كنتكلموا فهذا الناس اللي ماتوا راه كان 14.500 ديال الأطفال 9500 ديال النساء وما تبقهم رجال وهذا الرجال راه اللي كنتكلموا عليهم راه ماشي كلهم عندهم علاقة بحماس بل واحد القلة قليل جزء صغير للغاية هو اللي عنده علاقة بحماس وخر رجال ما كيدكروهمش في هاد الأرقام ولكن الأغلبية الصاحقة هم مدنيين لا علاقة لهم بحركة حماس المهم اللي كيني إخوان هو أنه هاد الرقم ديال 33.000 شخص اللي قتله الكيان الصهيوني أراه ممكن جدا أنه يرتفع بطريقة كبيرة بزاف بحكم أنه حاليا كين كتار من 7.000 شخص اللي هما يمفقودين 7.000 شخص اللي ما عارف انهم شي إخوان فين كينين وكينة إمكانية كبيرة أنهم يكونوا تحت الأنقاض مدفونين منذ أشهر 8.000 شخص اللي كان ضد الأقارب ديال القائد السياسي ديال حركة حماس اسماعيل هنية اللي قتلوا له ثلاثة ديال الأبناء دياله وربعة ديال الأحفاد دياله ولذلك تقدروا تتخيلوا معايا تسنوح تنهار العيد باش يقدروا أنهم يقتلوا له الأبناء دياله 8.000 شخص اللي إخوان اللي قيت اللي اعطوه الخبر بالوافد ديال أبناء دياله يعني تم نشر واحد الفيديو اللي صارحة كان صابور لواحد درجة لا يمكن تخيل ديالها ومني تكلم رسميا يعني الفيديو اللي كيروج ماشي رسمي يعني في اللحظة اللي غي وصل الخبر كانوا كي يصوروا فيه حاجة أخرى اللي هي مهمة مني بجي يتكلم على هاد الحالي تقال بالله أنه أشكر الله على هاد الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبناء الثلاثة وبعد أحفادي وقال بالله أنه ولا دي رأى منهم من بقية الشاب يعني ماشي زع ما كين حيث أنا يا القائد ديال حماس رأى ولا دي غنكون خرجش من القيطة ديالغزة أو أنني حميتهم ولا شي حاجة منهم من بقية الشاب وبالله أنه هاد الشي ما غي أضطرش نهائيا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بل عير غي يعطيهم قوة والصبر في حين أنه الحركة ديالجهاد الإسلامي تكلمات على عملية جابانة من الجيش الإسرائيلي اللي كتبين تخبط دياله والهزيمة دياله كل ما كانوش في واحد المرحلة اللي هي صعبة بالنسبة لهم ما كانوش غي سادفوا ناس أبرياء لما عندهم تشع علاقة بالحركة حماس قتلوهم عير حيث أبناء وأحفاد القائد السياسي دياله هاد الحركة المهم إجمالين يا إخوان اليوم كذلك الرئيس الإسباني كان في البرلمان ديال السبليون باش يتكلم على المجلس ديال الوزارة اللي الدار هذي تقريبا واحد السيمانة أو عشر أيام وباش يتكلم على الزيارة لدار المغرب فاش هرجو جليداز يعني يعطيهم خلاصة لبرلمان الإسباني وتكلم أثناء هاد الجلسة على واحد المقترح اللي كان في البرلمان الإسباني عشر سنين هذي رجعوا يا إخوان باش يصوتوا على الاعتراف بالدولة الفلسطينية كدولة مستقلة غادي تعترف بها السبليون وغايدير زيارة في دول أخرى يا إخوان اللي كان في شمال أوروبا حتى هي عندها نفس النية أنها تعترف بفلسطين كدولة مستقلة وهذه كانت هي أهم الأخبار لحاجة الأخيرة اللي غادي نضيفه هو أنه بايدن تكلم على السياسات ديالنا طانياهو وهذا الخبر ركيروش في الصحف الغربية وقال بلا أنه السياسات ديالنا طانياهو فيما يتعلق بالحرف القطاع ديالغزة هي سياسات خاطئة نطانياهو خاص يوقف الحرب على الأقل سدية الأسابيع وليس من يدية الأسابيع باش يدخلوا المساعدات ويدخلوا الأغذية للناس اللي كانوا في قطاع ديالغزة المدنيين من جهة أخرى اليوم يا إخوانوا ورسميا حركة حماس ترفض المقترح الأمريكي تكلمنا عليه يومين وثلاثة أيام كترفض اليوم وكتقول بلا أنه النية ديالحركة حماس هو أنه تكون واحد وقف إطلاق نار دائم توقف الحرب ولذلك هذا هو النقاش الكبير حركة حماس من جيتها عارفة الضغط الكبير اللي علانتنيه داخليا وخارجيا ولذلك كتقولها تشغيل عفو مصلاحتنا وغادي نتسناه وغادي نصبره لأنه إلا كانت صفقة ديال التبادل ديال الأسراء وعطوه 40 أو 30 أو 50 أسير الأمري إخوان غادي تسهل على إسرائيل من بيد غادي تقولك إحنا اعتقنا لأغلب ديال الناس ما فيها بس إلا ضحينا بواحد العدد ديال الأسراء اللي هو يقليل هاتش لغا يقول نتانياهو وخالمو الجمع مغي شاركوش نص الأفكار ولكن نتانياهو الهدف الرئيسي دياله أنه يجر هاد الحرب لأكبر مدة ممكنة مكره شو هاد الحرب دياله عشر سنين حتى يتوفى هوايا علاش باش يفلس من السجن وباش الحكومة دياله مطيح ولكن رعده مظاهرات اللي اتدارت في الأسبوع الماضي نهاية الأسبوع الماضي وفي تل أبيب كان مئة آلف متظاهر وفي القدس المحتلة كان خمسين آلف متظاهر إسرائيل راعي صغيرة رملي كنتكلموا على هاد الأرقام ركنتكلموا على أرقام ليها مهمة موسيقى